اتمنى ان يتحرك اليوم لن ترى اليوم طبعا من المباريات الهامة لهذا النادي يوم امس انتصر النادي في 2014 طبعا الحال في القمة الدوري لكن كانت الامور على اي ان كانت الامور صعبة ولكن هذه امور طبيعية المهم هو ان هذا النادي انتصر ب اثنين واحد اليوم قلة انتصره عنده قمة صعبة خارج الميدان بتاعه اعتقد المفروض انتصر حتى يحقق ثلاث نقات اللي اخذها فينا البشر يوم امس يعني اذا خسر المعركة على امور تكون معقدة فيصبح فينا البشر هو الخيار الاول فاذا تعادل فيصبح القلة اعتقد يعني فقط متفوق بنقطة المعتقدة حاليا متفوق بنقطتين نقطة واحدة بطبع الحال حاليا متفوق اولى لفين البشر هو الخيار الاول حاليا لكن اذا يعني تعادل فيصبح تقريبا لهما نفس التلقيت واذا انهزم فيصبح فينا البشر طبعا هو الخيار الاول الامر معقدة جدا بين هاي النديين فتلك العام السابق انتصر فينا البشر او حقق اللقب فهذا العام يطمح الفرق الاخر بتحقيق هذه البطولة دمتم اوفيه تابعونا دائما اشتركوا في القناة مع كل تحية علم تكنولي لكم اشتركوا في القناة